أفشا 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 العيب مختلف تماما عن كل العيبة اللي موجودة في النادي الأهلي أو في مصر عموما بسبب إن هو أعصابه دايما في منتهى البرود الرجل عنده مساحة رؤية واسعة جدا بيعرف يتحكم في الرتم بشكل أكتر من رائع نزل عشر دقائق الأخرانيين إدى الاستحواز للنادي الأهلي وعمل خطورة ممكن الناس ما تحسش بيها بس إن انت تدي الاستحواز فعشر دقائق وترجع الترجل وراء ليه؟ عشان هو راجل بصراحة كل الملعب في حتة وهو بيلعب بمزاج وراي رواءان مش طبيعي نفرج على الكرة الأولية أول ما أفشا نزل في الدقيقة تلاتة وتمانين هيستلم الكرة ببساطة شديدة أول نمشي الفريم عشان فيه فريمات كتيرة للأفشا الراجل هيستلم الكرة مش مستعجل في أي حاجة ما بيشتتش ما بيلعبش البصل اللي اللي مضمون هيلعب الكرة نمشي فريميته حيمن الكلب هيمشي لمحمد عبد الميناء ما هيوسكوت لا هيطلب تاني برضو كرة من محمد عبد الميناء أول ما ممس الكرة أول ما محمد عبد الميناء مداله الكرة هملاعب على طول باص قطع بيه لحسين الشحات ولكن للأسف حسين الشحات الكرة دي بص يعني لو نرجع الفريم اللي قبله هتلاقي إن حسين الشحات لو استلم الكرة في حالة هجومية كبيرة جدا للنادي الأهلي لمجرد إنه هو بيعرف يتحكم في رتم المطش بشكل كويس نكمل بقى الحالة اللي بعدها كرة طلعت للأسف حسين الشحات محيفش نفس الكرة هنا برضو هتلاقي مين اللي نزل يستلم أفشة أول ما محمد عبد الميناء ما يلعب الباص لأفشة أفشة هيستلم الكرة نفس الكلام برضو عنده بيبص مش مستعجل بياخد الكرة يلم يلف وسطه برضو لعب نفس الكلام الكرة لحسين الشحات حسين الشحات برضو راح على واحد لو حسين الشحات كان قدر يعدي كان يبقى فيه خطورة جدا نادي الأهلي اتزنق حسين الشحات رجع تاني الأفشة أفشة بمنتهى السهولة ياخد الكرة وكل دا يا كريم مهم جدا في عشر عشر دا في الوقت اللي مفروض الترجي يضغطك فيه النادي الأهلي مسك رتم الماتش عشان أفشة لو تفتكر ماتش الوداد السنة اللي فاتت عمل نفس القصة لما نزل آخر نص ساعة في ماتش الوداد هو اللي ادى الاستحواز النادي الأهلي لغاية لما جيه الكورنر اللي كان الباصل أولاني أصلا من أفشة اللي جاب منه علم علم محمد عبد ميناء من الكورة تعب أوريك آخر كورة خالص عشان نشوف الكورة اللي بعدها هنا برضو هنا كان فيه يعني رواءان زي ما بقولك أول ما أكرم توفيها يستلم الكورة نماشي الكورة هينزل قفش عشان يستلم الباص بص بقى يا كريم آآ ماشي نكمل الكورة اللي بعدها هنا قفشة بيطلب الكورة برضو في وسط الزحمة بص يا كريم أول ما يستلم الكورة سلم الكورة اتنين ضغطين عليه بمنتهى السهولة عمل نفسها يلعب الكورة كده ومواخد الاثنين ورايح وبص بقى كريم لعب الكورة المين لعب الكورة الأكرم توفيق حصل دابل باص او اداله تاني الباص لأفشة أفشة هيديها تاني لأكرم توفيق جي منها الفاول اللي كان خطر جدا للنادي الآلي في الديئة ستة وتمانين الفاول ده كان ممكن يكسب النادي الآلي فإذا القصة كلها مش لازم اللعيب يشوت او يكون موجود قد ما مهم ان انت يبع عندك ان انت بتعرف تدي الاستحواز انت لاتك وافشة متميز جدا بصراحة في الديئة